موسيقى أو في قناة الجنوبية مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك تمنى اللي بش يكونوا معاكم يوميا على شاشة قناة الجنوبية خلال شهر رمضان المبارك موضوعنا اليوم على الصغيرات اليوم بش نحكيه على الصغيرات اللي أول مرة بش تصيم كيفش يكون نظامهم الغذائي خاصة وقت الصحور شنوا يأكلوا بالضبط شنوا يجنبوا في الماكلة بش يبقوا على الأقل مركزين في قريتهم وبيكامل نشاطهم وحيويتهم بش نحكيه وزيد على الصيام المتقطع كيفش نقوموا به خاصة للصغير اللي تهيئ في روحها من أجل صيام شهر رمضان أكثر تفاصيل مع ضيفتين رحب بالدكتورة سيري نعبيد المختصة في طب العائلة مرحبا بيك دكتورة مرحبا بيك أمالي عيشك ونشكرك على استضافة عيشك دكتورة بايهي دكتورة بش نحكيه اليوم على الصغير خاصة الصغير اللي أول مرة بش يسيموا كيفش هاي أرواحهم للصيام بش يبقاوا في كامل نشاطهم وحيويتهم مركزين في القريشنا ويلزم هم يأكلوا هذي دورة كبيرة للعائلة للأم معناتها خاصة بش نحاولوا لأولاد هذو ما معناتها نقفوا معهم شي معناتها يقرأ ويميرسوا نشاطهم كيف ما معناتها متعاودين نوك أول حاجة نركزوا ياسر ياسر على وجبة الصحور نوك الصحور ماذا بينا ناخذوا فيه وقت وقتنا متكار 45 دقيقة قبل الإمساك ولا سواعة قبل الإمساك نحاضروا أن ربا معناتها فطور كامل ما وش يقوم نجري بش نشرب كسمة ونرقد مثلا نحطوا الطاولة فيها جميع المقومات والاحتياجات تمتع المراهق معناتها معناتها تسكي البسيسة الدراع اللي تعطي الأغذية اللي تعطي الطاقة الخبز الخبز الكيك ماذا بينا نبعدو على الحاجات الحلوة ياسر خاطرنا بش تعطشنا جست من بعد الصحور بش نعودو نعطشو الحاجات زادة اللي يحبوا ياسر يكلوا الملح زادة ماذا بينا نتجنبو الملح ياسر زادة حتى هو بش يعطشنا دونك ماذا بينا غذاء فيه لبروتاين لبروتاين اللي نقاهم في الحليب ومشتقات الحليب الفروماج الفروماج بلان العظم البيض ما معناتها البقل الجيفة اللي شوية ديقلة الغيلة الزادة فما غيلة زادة اللي تعطينا برشة معناتها اللي فيتامين تعطينا تحطنا انفهم معناتها نبداو نهارنا وبارشة ماء الماء يراه فيه في البلايس الكل حتى في الحليب كي نشربو كيس حليب باي يزادة هذيك أنا بوق من باي ونشربو زادة ياسر لليكيد نحاولو نبعدو ياسر على العصير الاصطناعي معناتها اللي يجو ماذا بينا حتى كي نشربنا جو نشربو جو دورانش فري مع تالبروتاين هاو موجود يعني غلعة تتعصر غلعة تتعصر الطرف بناني إذا موجود الدقلة الفاكية إذا موجود سينو البسيسة والدراه هذيك الكلها تعطي الطاقة بالصفة معناتها متواصلة معناتها مش يوفى لفي بالعكسي القصغير روحو معناتها انفاغم معناتها صبحية كاملة مثلا يجو معاديها معناتها في فورما مع ياسر نشربو ياسر الماء معناتها بالليزا بوغان ديكيد محمد الله توابان بالتقس معاتل مش سخون باشا معناتها في الوقت هذي معناتها مش صعيب ونهار مش تويل ياسر دونك ما فاميش بارش عطاش جينيغال مون دونك ماذا بينا احنا صغير يقعد في فورما للمكسيموم معناتها للساعتين بتاع القيلة مثلا لطن اللي هو ما زال في الليسي ولا في الكوليج ولا يكون في صحة جيدة معناتها وفي فورما ونعطيه صحور حقو مش اللي ما منقلقت من نشو بكيسمي بحضي ونرجع نرقد بربي الدور الأمة هيت باش تشجع صغارها وتقف معاهم وتحاول تشرهم على وجبة الصحور تكون معناتها صحن مثلا وشحن نقول وفيهم كل شي الحاجة اللي حبها هو واللي تفيده واللي تعطيه الطاقة بهي الماكلة اللي تبقى معناها الماكلة اللي تفضل معناها بتاع شاقان الفاطئ نجم مثلا المراهق نجم ياكلها ويجم في بعض حاليتي أما مش ملحة ياسر معناتها إن الصحيح مثلا كان قاعد مقرونة ولا حب كسكسي ولا يجم ياكل أما مش بارشة حاجة ملحة معناتها معناتها مش كلتي للشيح معناتها واحد ماي حاجة الملحة بشيط عطشو دون كين كله متسينش أما بصفة متوازنة فهمتها أما مش مشكلة معناتها كين كلها حاجة ما حاول ديجا بطبيعتها لأوم بتنقسم الملح في المي كلا مش كين قاعد كله ما نعرشينا تاجين كلا تاربريكا ولا باتي ولا حاجة في الصهرية من اللي قاعد ملعشي متسين لشي ياكل أما القانتيتين بتاع المي اللي يشربها ماذا بينا تكون أكثر وياك الزيدة الغيلال اللي فيها المي كيمة البوركدين معناتها البوركدين في يسر في يسر مي تفاح معناتها نحاولو نعوض القانتيتين بتاع المي معناتها ولكن يشرب كاس بسيسة ولا كاس جو دورانج معناتها نعوضو المي والأملاح المعدينية باي دكتورا أكيد صغير لأول مرة بشي فيم بشي قد برشي صعوبات بشي يحس روحه معناها تاعب فيش من نجا بشي عم حتى نشاط جسدي هو الحاجة اللي يمكن عندهم نص شهر في بالي بشي جيون في عطلة للصغيرات السناء نوك فرصة بشي يتأقلمو شوية صحيح لأي مثل لا مش بش تكون سهلة سورتو مثلا أنا شجح بربي اللي مستنسين يعملوا نشاط بدني راه سيام فميش مشكلة يعني تيجم النشاط البدني هذي يعملوا الصباح بكري وقته عنده الطاقة وإلا شوية قبل شقان الفتر أو كي يعمل قصر به الوقت وقت يلقى روح صار وقت الافتار دونك ماذا بنا موش رمضان بفرصة لنرقد وليما نوقف السبور ونوقف كل شي بالعكس معنى نختار الوقت نهار تلي نعفر نحن عن النشاط الرياضي نركز يسير في صحور نأكل الماكسيم معنى أغضية فيها الطاقة فيها الفيتامين فيها السكريات البطيئة نحن بطيئة الامتصاص دونك نقرح سبي اليوم عندي سبور ولا عندي سيانس سبور نقرح نتصاح كم يلفو هذا هو شنو يلزم يكون أما نهار تلي عن سبور لا نبطلو لكسيفيتين بتاعنا أما نقرأ حساب نزيد كنكلي غورت يزيدها شوية شوية قلوب لقرأ هذي كليموش مالح نحاول كعبت القيمة الغذائية متاحة نزيدها بشي حاجات بقول جيفة بشي حاجات الشوفين زيدة نثريوها بالغيلير والبقول الجيفة تعطينا أكثر منفع لك الام هون لشنو تركز تركز على الحاجات اللي فيها بشي طاقة قيمة هذائية تعطي طاقة البروتينات البروتيين الطاقة توسكي خبز دي ما فهم الطرف خبز معنا تبين النشويات النشويات لازم يكونوا موجودة لازم فما الطرف خبز معا أي حاجة أخرى ماذا بينا مش معا حاجات حلوة كيمة شامية وترتين بالشوكلاتة ماذا بينا بليتو معاها الزبدة القوتة فما اللي يحبوا الشاركوتري الجامبور والواحد وكل شي متسيلش معناتها نحاول نمشي مش كل شي لي نحاول نوع لهم في الحاجات اللي يحبوها جزء الحلويات ياسر والموالح ياسر 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 راهي بش معناتها تقلقهم في أول النهار بش يحسوا بالعطش منبهات ياسر زي ياسر زي ماذا بينا نقصوا منها القهوة منتع الصباح وكيف معتها بش يخذها كيف ما كان مستينس أما هم برش يخذوا وقت صحور حطر منعرف هم كيف يعادلوا وقتهم أما ننصحهم كيف يقوموا لصحور ولا شرب قهوة وفم صعوبة نقرأ وحسيب نفليل بش نرقد بكري بش يقوموا لصحور وناخذ الربان تاع الصحور اللي يشرب ومبعدي يكمل إذا هو يقرأ هذا نحاول نحاول نلقاه ريتم المراهق دكتور أنت حكيت على أوقات النوم يعني النوم مهم برشا كيف ينظم وقته حصل رمضان عبت الكرز تصهر برشا رمضان نحاول ننصح مثلا للي يقرأ ومعنية حاسب رائع كل واحد من بعد يشوف الغيتم بتاعه الصحور جني من الخمسة بين الخمسة والخمسة ونصف معنية الوقت يمشي كان الإنسان يحاول يرقد بكري بش كيف وقت الصحور يقرأ روحهم بعد يمشي عن فغم ممكن برشا يقول لك لا نحب نرجع نرقض فهم مشكلف صوية بعد الصحور يرقى روحه تاعب كل واحد وكيف يشراه كل واحد والريتم متاع ومعنية معنية ركومانداشون أما جني غالما صليف يم الاروا يم الويل ومتاع رمضان كل واحد يمشي لقى اللي يساعد يمشي طول الوزبط شاقان الفتر كيف تنصح يبدأ ويأكل ويبدأ مالهوفين على الماء لأول مرة بش يصيم هو شاقان الفتر ماذا بينا نقسم معنية هو موجبة الافطار وبعد سويا ونصها كاكا ساعتين فما وجبة العشاء شاقان الفتر الماء اللي كيد الماء فمشكون اللي يشرب البن اللي تحب المهم حاجة فيها دي ليكيد فمشكون يحب البسيسة اللي بالماء الدقلة الحاجات حلوة مع اللول بش طلع لنا السكر الدقلة يجب يحط فيها زبدا يجب يحط فيها شامية لوز فمشكون يحب شوية مخارق شوية زليبي متسيلش مكل شوية شوية الواحد معنية مشتي وكل شي لليكيد متاع الماء إصلاة الخضرة مهمة يسر توفر لنا الماء والأملاح المعدينية مهمة يسر في البيت التونسي أكيد لازم رسم يكون فميا بديك تاجين أي حاجة يجب المرحلة الأول يحس روح الإنسان ويشرب كيف يكون على مراحل دكتور لا يكل برش وقت قام الفتر وقف للعش صالح لا يجب بعد الكل مقرونة ولا كوسكسي ولا روز ولا يكون الهضم على الوجبة الأفطار التي يوجد برش ركز على للي كيف حاجات السكر وكل شي بعد الشرب وصل طول بعد ساعة ونص يجب كل غرب كونسيستان هذا هو أحسن حاجة التي يحس روحه خفيف ويقف في الجهاز الهضمي وإلا الفشلة زاد راه كيف ناكل وكبية كبيرة في وقت قصير راه نحن تتمركز في الجهاز الهضمي نحب نرقد هذا كل مشبه كيف نتجنب الفشلة وهال الاسترخاء اللي يجينا بعد شقار الفتر وكل شي نقسم نعطي حاجته الجهاز الهضمي خاطر كان صالح والماء والأمليح والشرب ودج مبريكة ومعها صلات خضرة ودج نحس استرخاء كبير والنوم وبعد شقار الفتر هذي الكل ينص عنده مخالفات اخرى الجهاز الهضمي واليقلق ونخذ في الدوائي ونجنب والأخ هي مسألة تنسيق دكتورة خلينا نحك على الصيام المتقطع للصغار اللي يجهز في رواحهم وإلا يهيقوا في رواحهم باش يصيموا معناتها هم مش يصوموا معناتها باش يصوموا ومش النهار الكل هو احنا نجمو معناتها نشجعوهم مثلا يفطر مثلا نفطر الصباح ومبعديك مثلا هم يروحوا بطبيعتهم المتساعتين الثلاثة مثلا هم من اللي سيخة يقرأوا وماذا بينا وقت البوز هذيك المهم نحاولو انطولو في فترة الصيام بتاعو كسسو يقوم يفطر فطور الصباح ويقعد عليه حتى للعشية دوك نحاولو احنا ومحنش باش نعطو نقولو لاتسحر هذيك ممكن تكون في ويكاند في عطلة في كذا ما هو يقرز ده ما نبدو شو معناتها حاجة صعيبة يمشي ناشط فطور صباح في حقه احنا كيفي روح الصغير ماذا بينا نخلطو به الشقان الفطر كان منجم شقبال شوية كل مرة نمشي ونطولو بالنسبة الصغار اللي حب ويصوم يحب يسي من هركي ما تسيلش نخليوه يسوم اما نردو بالنسبة محسنش حسن صغير فشل عيني حاوقت يبديه مقلقة يبديه سيغ معنيتها مش حلش باش نخليوه نشاط رياضي يعملو اما يقرأ بحسيبو خليها باش حقان الفطر بالنسبة اللي باش تسيم اول مرة باش حقان الفطر باش تتمرس الهوية بتاحها با هوك عندكم معنها حل جميل ومحليها عالاخر انكم تنجمو تسيمو كتب داو تقرأو معنها تنجمو الصباح تفتر وفتر الصباح تفتر ومبعد تكملو معنا الصيام للاخر وإلا ما تاكلوش الصباح حتى تكشي اللي ينتروحو ملقرايهم بعد تنجمو تاكلو اوك في الويكاند تنجمو تصومو معنا كبداية صاو متقطعو بعد وقت الباكون صاو كتنجمو توليو معنا تصيمو بايهي دكتور نخلي لك كلمة الختام بايهي بش نحكي على اللي عندهم أمراض مزمنة الأطفال اللي عندهم أمراض مزمنة اللي عندهم دويات الحديد وعندهم فقر دم ما ينسيو دوياتهم دويات الحديد ماذا بينا ساعتين بعد الماكلة ياخدوه بايش تكون الامتصاص متاعو خير وفي شقار الفطر الأم دي ما تركز على الأغذية اللي فيها أكثر الحديد كيما السبناخ كيما العدس دونك الصغير اللي عنده فقر الدم مع السين بايش يفشل بايش يتعبو كشي دونك دي ما نقرأ وبيحسبو دويه بعد ساعتين من شقان الفطر ومعاه نحاولو نسريو الماكلة متاعو بالمكملات اللي تعطينا لحديد ودونك اللي يخذو دويات أخرى مثلا يرجعو للطبيب متاحهم هو يناسق مع هدوما أكثر حاجات موجودة في العمر الصغير في مياه للسكر إنه فصيلة الأولى وإلى اللي عنده فقر الدم اللي هو يجب يأثر على الصغير بيشكرا لك دكتورة وصلنا لختم حلقتنا إن شاءنا نتقابلوا غدوة في حلقة جديدة من برنامج صحتك تهمنا شاهية طيبة إلى الجميع وإلى اللقاء